تحولت مدفوعات الصادرات الإيرانية إلى العراق منذ عام 2018 بعد فرض واشنطن عقوبات مشددة على طهران إلى مسألة معقدة حيث تقول بغداد إنه لا يمكنها تسديد المدفوعات بالنقد الأجنبي بسبب الضغوط والعقوبات الأمريكية فيما ترفض طهران ذلك الانتقاد الجديد من وزارة النفط الإيرانية دار حول طريقة دفع العراق لمستحقات الغاز الإيراني والتي تشترط فيها الحكومة العراقية بدفعها عن طريق إرسال الأدوية والمواد الغذائية ليأتي بعد هذا الانتقاد تأكيد وزارة النفط في بغداد لقطع إيران الغاز عن المنطقة الجنوبية والوسطى ورغم التحرك الدبلوماسي لإنهاء مشكلة تأخر المدفوعات إلا أن العراق يخسر 20 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني سيما تأثر محطات رميلة الغازية والاستثمارية والنجف الغازية وتوقف محطة خور الزبير إيقاف الضخ الغازي إلى البلاد خفض إنتاج الكهرباء بمقدار 6000 ميجاواط فيما يبلغ الإنتاج الكلي حاليا 20 ألف ميجاواط فقط قبل ذلك أكدت وزارة الكهرباء حاجتها إلى الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية لفترة ما بين 15 سنوات مشددة على أن ساعات التجهيز في موسم الصيف ستكون أفضل من المواسم السابقة ويستورد العراق 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران وأدى التوقف السابق للإمدادات إلى فقدان ما يفوق 7000 ميجاواط في مواسم كالصيف حيث تصل الأحمال الكهربائية إلى ذروتها القصوى مما وصل بالطاقة الإنتاجية إلى حوالي 15 ألف ميجاواط في حين أن المطلوب لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء يناهز 24 ألف ميجاواط بحسب ما قالته وزارة الكهرباء اشتركوا في القناة